يا أيها الناس اتكوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يبين عظمة هذا الأمر بما سيحصل للناس في هذا اليوم فيقول بعدها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمّة أرضعت لعلكم تابعتونا في حلقة سابقة ونحن نشرح إنه في جاذب قوي جدا رباط رابط عميق جدا بين المرضعة وبين من ترضعه حتى لو لم يكن ابنها بقى في رباط شديد بينهم ما بالك إن يكون ابنها بالتأكيد أشد يوم ما يحصل هذا الزلزال القوي الخطير الذي يغير معالم الكون وينهي كل شيء يحصل ذهول للخلق فتذهل المرضعة عمّة عمّة ترضعه ولدها أو غير ولدها وتضع كل ذات حمل حملها حتى الحامل هتسقط ستسقط حملها رغمًا عنها مش بإيدها هتحصل خضة شديدة عنيفة لدرجة أن هذه المرء الحامل يسقط حملها تقض ولاحظ إن القرآن ما قالش وتضع كل حامل حملاه زي ما قال تذهل كل مرضعة عمّة أرضاه السياق كان يقتضي أن يقول سبحانه وتعالى وتضع كل حامل زي ما قال تذهل كل مرضعة يبقى تضع كل حامل حملة إنما سبحانه جل في علاه يقول تضع كل ذات حمل حملها لإضافة ذات دي لما أضيفت لفظة ذات لأنه في فرق في فرق بين واحدة حامل يدوب لسه منقطع عنها الدورة فنقول لها أنت حمل في الديد والله أنا ممكن أكون في ثلاثين يوم في خمسة وثلاثين يوم في أربعين يوم بالكتير مثلا يعني واحدة ثانية لا دخلت في التاسعة خلاص منتظرة تولد في أي لحظة فكلمة ذات ما بتكلمش هنا عن واحدة يدوب انقطعت حيضتها فلقحت بويضتها ويدوب لسه نطفة نحن عارفين النفس بتجمع أولاً أو بتكون أولاً تخلق نطفة ثم عليك ثم مضغمية وثلاثين يوم بعد كده الروح ويستمر الحمل ما بين ستة أشهر إلى تسعة هو هنا لا يتكلم عن امرأة في أول حملها وإجهاضها طبيعي مع أي مجهود مع أي حركة مع أي مشكلة بتجوض إنما بنتكلم هنا على امرأة صار حملها كبيراً واضح خلاص بقى الذات حمل اللي يشوفها يقول ده حمل صار الحمل مصاحباً لها لأنه ظاهر عليها وبادع عليها فمسألة الإجهاض هنا بقت يعني أقل في الاحتمالية لا هتجهد بقى تجهد ليه من هول القيامة من هول الأمرات التي تحصل عندئذ من هول الزلزالة التي تحصل عندئذ